كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفرنسي ستيفان سي جورني على همش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أكدت وزارة الخارجية أن المناقشات تركزت حول التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ارتباطا بالحرب في قطاع غزة وما يرتبط بها من تصعيد في الضفات الغربية ولبنان والبحر الأحمر هذا وبحث وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي التحركات الدولية الهدفة لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في قطاع غزة كما تم تشهر حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرة ورفض أي إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم